موسيقى هاتوا جميع العشور إلى الخزانة وجربوني بهذا قال رب الجنود اشتركوا في القناة موسيقى سفر الملوك هو من أهم الأصفار التاريخية في الكتاب المقدس هو سفر بتكلم عن تاريخ مملكة إسرائيل من سليمان الملك حتى أخاب الملك على مدار حلقاتنا اللي فاتت كنا بنتكلم في كل حلقة عن العشور في العهد القديم بس النهاردة كلامنا هيختلف إلى حد ما شوية مش هنتكلم عن العشور بس لكن هنتكلم عن مثل هو يمكن من أجمل الأمثلة في كتاب المقدس هو مثل الأرمالة اللي قدت كل احتياجها لإليه النبي وقدت كل اللي ليها لإليه النبي وما سألتش بقى وقتها هتاكل منين ولا هتعمل إيه لكن قدت كل اللي عندها في البيت من زيت ودقيق لإليه النبي وما كانش مهم عندها ابنها قد هو مهم أن يكون رجل الله هو اللي يكون كويس ودائما شبعان بساعدنا مشغرفنا جدا في حلقتنا النهاردة يكون معنا الكموس مكاريوس فارق جرجس كاهن كنيسة الكديس ماريو حنال حبيب بشوب راخيمة بحتيم أهلا بقودسك أهلا بسهل أهلا بسهل أهلا بسهل أولا كرامنا النهاردة مختلف محور حلقتنا النهاردة مختلف هنتكلم عن أجمل الأمثلة يعني مثل كمة العطاء هي الأرمالة اللي قدت كل حياتها كل اللي ليها في البيت اللي ليها النبي لكن قبل ما نتكلم عن أي حاجة عايزين كده قدسك تقرالنا عدد الأصحاحات دي ملوك الأول صاح 17 ملوك أول صاح 17 عدد 10 ينفقاهم وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة وإذا بإمرأة أرمالة هناك تقش عدانا فنداها وقالة هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب وفيما هي الذهبة لتأتي به نداها وقال هاتي لي كسرة خبز في يدك فقالت حين هو الرب إلهك إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز وأنا ذا أقش عوديني لآتي وأعمله لي ولإبني لنأكله ثم نموت فقال لها إلي لا تخافي ادخلي وأعمليك قول ولكن أعملي لي منها كعكة صغيرة أولا وخرجي بها إلي ثم أعملي لك ولإبنك أخيرا لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب ماطرا على واجه الأرض فذهبت وفعلت حسب قول إلي وأكلت هي وهو وبيتها أياما كوار الدقيق لم يفرق وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلي مجد أبونا يعني عجيب إيمانها عجيب سلامها يعني قدي إيه محتاجة يعني كوب الزيت وقدي إيه محتاجة حبة الزيت اللي عندها ده يعني كف قدي كده زيت وقدي كده دي وبتقول إنه حتى حتعملهم ليها ولبناها وبعد كده حيموتهم إنه مفيش أكل قدي السلام اللي جواها وإنه مهمة عندها بس إنه يا سمعت كلامه يا وثقت فيه فزي إحنا نوصل للمرحلة دي إزي يكون عندنا السلام إنه يا رب حتى لو عندنا قليل لكن إحنا بنيدي لك وعارفين إنك حتكملها إزي نكون كده إحنا عايز بنعرف إيه اللي حصل في المنطقة ده القصة في سفر الملوك الأول أولا بسبب تعدي شعب بني إصيروا على الله وعبدوا عليها أخر وما سموش كلام ربنا إليه النبي طلب من ربنا إنه الشعب ده لازم تعاق وقال له يا رب ما تنزلش نطر عليهم فمن شبه عليهم زرع تلت سنين وستة تش وفعلا السماء سمعت لصوت إليه النبي كرجل الله وفي الوقت ده كان الشعب في حالة فقر صعب جدا من قلة الزرع وقلة الخبز الأرمالة دي ما كانتش من بني إسرائيل دي من صرفة صيدة يعني مش من شعب الله يعني من الأمة عجيب يعني مش من شعب الله وسمعت كلام إليه ولو لاحظنا في العدد اللي قبل عدد عشر على طول يقول وكان وكان له كلام الرب قائلا يعني ربنا اللي قال لي إليه قال له إيه قم اذهب إلى صرفة التي لصهيون وأقم هناك هو إذا قد أمرتك أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك إذا إليه النبي لما راح للأرملة دي ما كانش رايح بمزاجه دي راح بأمر من ربنا كان بسماح من ربنا وهي كمان طاعتهم إليه بسماح من عند الله عمل ده عمل الله عمل عظيم بواسطة إليه النبي عايز يوصلنا لمعنى جميل جدا أن الأمم تقبل كلمة الله أكثر من شعب الله اللي شاف بعينه المعجزات طول ألاف السنين دي برغم أن هي من صرفة صيدة ومش من شعب الله سمعت كلام إليه فكام وكام يكون شعب الله من الزبط اللي ما بيسمعش كلام ربنا وعشان كده ربنا كفاءها ولما سمعت كلامه مش قدت العشور اللي محدش بيقتنع بيها بعض لا ده كل اللي عندها أصلا ده كل ملاء الأرملة دي رمز كبير جدا وفي تشابه كبير جدا بينها وبين الأرملة اللي أعطت الفلسين أيام السيد المسيح والسيد المسيح المتدح فلسين لو خدنا بالنا فلسين زيت وزيت أبونا قلتك أنه ربنا كفاءها على ده هو كفاءها على طاعتها لإليه رغم أنها يعني عندها احتياج شديد جدا ولا كفاءها على إيمانها إنه ربنا مش حيسبها باتنين كان عندها إيمان بكلام إليه إليه في الزمن ده كان رجل الله ويعتبروه كانوا بيعتبروه ملاك الله فعلا وكانه عند اليهود إليه النبي كلامه مصدق عند الله وما بينزلش الأرض لدرجة أنه عاملله تسبح يقولوله إليه اليهود في تسبحة خاصة باليهود يقولوها إليه النبي إليه التشبيتي أو تسبيتي إليه الجلعادي رجل الله تعالى إلينا سريعا ومعك المسيح يقولوها كتسبح وكمان يحكوا قصص عن إليه عجيبة وجميلة بيورينا ده إليه قاد شعب بني إسرائيل الخلاص قدر ما يهلكه ويقولوا أنه إليه النبي عشان الزابل كانت بتم لأنها أمامية وكانت وزوجة أخاب لكنها هي اللي كانت بتكون أخاب كانت شخصيتها قوية عليه أخاب الملك فكانت بتمنع بني إسرائيل من الختان فكان إليه النبي يجيب جاب كورسي خاص بيه وكان بيختن الأولاد على البني إسرائيل اللي هم ما تسمعوهش كلام الزابل اسمعوا كلام الله وسمي هذا الكرسي أيضا بكرسي إليه وصارت إيه عقيدة وتقصى عند اللي هو فالأرمالة دي مش من شعب الله وسمعت كلام إليه رمز إليه رمز إليه بيسمع كلام الله بياخد بركات من ربنا عديد وفعلا لو لاحظنا فيه الأعداد اللي إحنا قرناها زي ما قالها إليه بالزبط الزيت والدي ما نقصوش لغاية زمان الجفاف خلص فعلا طب ما عليش يبيني على الزيت على النقطة دي تاني قدتك قلت إنه ربنا كافيها على طاعتها لإليه طب ممكن تكون إنه قدتك قلت قبل الإعداد اللي كان فيها دي إنه ربنا قال لإليه روح وأنا أمرت امرأة هناك إنها تعولك هي كده مش بتوطيع إليه هي كده إيمانها بربنا طبعا لكن ممكن ما تكونش لو ربنا ما كانش أمرها إنها تعول إليه ممكن ما كانتش تماما تكلام إليه هي بتوطيع إليه كرجل الله زي ما احنا بمطيع رجال الله يعني زي ما احنا نمشي حسب الكنيسة متعلمنا مثلا دلوقتي في العهد ما هو إليه رمز الكنيسة في العهد الجديد رمز الكهنود في العهد الجديد وإيمانها إنه إليه ده رجل الله ورمز أيضا لدخول الأمم الإيمان ووصايا ربنا وهيحافظ عليها وهينفزه كلام ووصايا ورمزة أيضا اللي كل إنسان بيعطي أكتر من عشوره وكل ما عنده ربنا بيكافأه مكافأة كبيرة لو قرينا الإصحاح لنهايته في نهاية الإصحاح هتلاقي الأرمالة دي بتتعرض لتجربة كبيرة إن ابنها بيموت فحتى هي بتيجي بعد كده بتقوله أنت جيت عشان تموتن ابني بعد ما أكلتك يعني فأخدوا إليه النبي في حضنه وصلى ربنا وأقام الله ودهولها صحيح قد علمت أنك رجل الله وأمنت قلت له أمانت فهنا قدي ربنا كافأة مش بس روحيا لا في مشكلتها مشكلة كبيرة أقام ابنها الميت فكل واحد يعطي ربنا من قلبه من أعوازه ربنا يعوله يقوله أعطي الرب اكرم الرب من مالك وهو يعولك أعطو تعطو كيلا ملبدا مهزوزا بالكيل إحنا بنيجي ناخده بندل بعض بالعدد ربنا ما دينا دينا بالكيلة بالوزن يعني ما يتعدش وملبد يعني مليان دسم ومهزوز يعني متنقي وإحنا بنيدي ربنا لفاضل مننا حيطة صغيرة وهو يديك كتير طب يا بونا إحنا ساعات لما بنيجي نطلب العشور أو ربنا بيطلب مننا العشور بنيجي نقول طب إحنا يعني الفترة دي ما عناش يكمل يا رب فخليها المرة الجاية خليها الشهر الجاية الشهر الجاية يجي خليها اللي بعده وبنقعد شوية يعني ما نعملش وسيط ربنا زي ما لحلنا بالزبط لكن ده كده في العشور لو حديله جزء من حاجة هو مديهالي مش حاجة كمان بتاعتي فأنا زي أقدر أوصل لإني أدي لرجل الله أو أدي لله في صورة حد تاني كل حاجة لي كل حاجة عندي حتى لو حموت بعدها وأنا عارف أن أنا حموت بعدها الإيمان أهم شيء في الموضوع ده والإيمان ما بيجيش كده بيجي بعلاقة قوية بيننا وبن ربنا لما بنكون عايشين مع ربنا وبنصلي وبنواصبين على الكنيسة وكتاب مقدس والسلام والصوم وبنقرف كتاب مقدس كويس ونفحصه جيدا من هنا بتنمو علاقتنا بربنا وبنقرف وصايا ربنا صح وبنبتدي نجرب مع ربنا ونقول له طب هنجرب هنديك يا رب زي واحد مرة ما كانش يعرف حكايات العشور وبعدين راح له أبونا وكلم وقال له لا 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 أنا كالراجل تاجر يعني أنا بني محل وقال له لا أنا ما بقال له طب أقول لك حاجة أجرب ويدي ربنا عشورك عشر بس وهيديك ربنا قده عشرة مرات بس لما يديك بكتر لواحدك قال له ماشي هجرب وجيه وصلى ربنا في المحل بتاعه قال له رب أنا هديك العشور بس بشارط لو احتاجت هاخد بيله لو أنت اديتني هديك أكتر يعني اديتني ده 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 يعتبر في في قانون بقى التجارة يعني مفيش بعد كده تجارة واحد يدي ربنا عشرة يديله عشرة أعشار أو ماء الدعف زي ما سيحن حال وبعدين ربنا تاني يوم اديله خير كتير قوي قال له لا ده كده دي ده ربح كبير قوي ده لا أنا هديك أكتر طب أنا هديك عشرين في المية بالمضوع تلع في جد فضل لغاية ما الراجل ده وصل بيه الأمر طبعا مع الصلاة والكتاب المقدس والإنجيل والأداس ومسك في ربنا وصل بيه الأمر هذا الرجل إنه كان بياخد العشور ويدل ربنا التسعين في المية تسعة عشر الإيمان والثقة في الله الإيمان هو قال عنه بولس الرسول في رسالة الرابعين الإيمان هو الثقة بما يرجع والإقان بأمور لا ترى عايزة إيمان قوي وعايزة إنسان يعيش مع ربنا بالروح عشان ينسى الجسد وما يخافش عن نفسه من فلوس ولا منها طريقا أبونا مكاريو سنة استمتعت بوجود قدسك معاي جدا النهاردة قدسك شرفتنا النهاردة ونتمنى تكون قدسك موجود معنا في حلقات تانية لأنه كلام قدسك مفيد جدا ختمة مشاهدين المرأة قدمت لنا أكبر مثال للعطاء وأكبر مثال لحبها الربنا جايز يكون ربنا بيحطنا في بعض المواقف الصعبة وجايز ربنا بيعدي علينا أحداث صعبة كتير لكن أكيد ربنا ليه غرض في ده وأكيد ربنا عايز نقرب منه أكتر وربنا يا ريت ياخد حقه زي ما احنا بنطلق من ربنا وبنقوله يا رب دينا حقونا هو أنت سيبنا لوحدنا لإيه حلقاتنا لسا ما خلصتش هنخرج ونشوف النهاردة الدراما أوراق من كتاب الحياة بتقول لنا إيه ونرجع نكمل معكو حلقاتنا من جرب ويني يا ابو يا رجالة يا رجالة يا رجالة سمعتوا اللي بيتجال في البلد إيه اللي بيتجال في البلد جلالتي الملك هيعضي النهاردة من جنب الغات والي والي إنت متأكد من اللي انت بتقوله ديه يا علي إيه إلا متأكد يا ناصح ده البلد كلاتها بتتكلم النهاردة عالموضوع دي بعد ما سمعوا المنادي بينادي ويقول إن جلالتي الملك هيعضي النهاردة من هنا من هنا من هنا أيوه من هنا من هنا أيوه يا سلام يا ودي يا ناصح لو الملك وهو محدي تطلب منه كم دينار دا بكده ويدهم لك ساعتها الحالة هيتبدل وتبطل بقى تزرع في أرض غيرك ويبقى لك أرض بتاعتك أنت ملكك بس تفتكر يا دي يا ناصح الملك هيدي لك دنانير ده بالبساطة دي قوة قل ليه لا الناس كلها بتحكيوا إنه طيب وكريم ياه ده نانير ده بالبساطة جلالتي الملك لهو جلالتي الملك لهو يا جلالتي الملك يا جلالتي الملك أنا أنا عاوس جلاليك سيبه على قرب عاوس إيه أنا عاوس قالها AAAA قل لي طلبك ايه قول له يا مادة اني كنت عاوز جلالتك يعني تتعطف وتديني شوية دلنير دهاء امقاني اشتري باهم حِطة ارض وأبقى فلاح ملكي ارض مش فلاح اجري مهم لو طلبت منك تديني حاجة من عندك تديني ايه يعني اديكو عمري يا مولاي بس أنا حلتي إيه عشان هتدهولك متأكد؟ كل اللي معايا يا مولاي شوية رز قد راح أكونه مان وامو العيال رز؟ أيها صدقني يا مولاي وعشان تعرف إنك غال علي حبايا اتفضل موسيقى بخيل قوي جلالة المالك دي أقول له عاوش شوية دانانير دهب يقوم هو يقول لي إديني حاجة من عندك طيب أنا أقدي له إيه؟ داني فلاح فقير أقدي له إيه؟ ما حلتيش حاجة يا حصرة موسيقى ناصح ناصح الحان يا ناصح إيه مالك في إيه؟ بص لقيت إيه؟ لقيت إيه؟ حبا يترز دهب شايف؟ بص يا ناصح فعلا حباية رز تهب حباية اتفضل يا خيبتك يا ناصح يا ريت نديت الملك الرز كله يا خيبتك يا خيبتك يا ناصح يا خيبتك يا ريت نديت الملك الرز كله يا خيبتك يا ناصح أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم أهلا بكم مرة تانية بعد دراما أوراق من كتاب الحياة وفقرتنا الأخيرة في حلقتنا النهاردة فقرة سؤال وجواب بسعادنا وبشرفنا يكون معنا النهاردة دكتور ثروت باسيلي وكيد للمجلس الملي العام والمدير التنفيذي لقناة سي تي في أهلا بحاولك معنا يا دكتور أهلا بحاولك دكتور ثروت حضرتك يعني تعودنا معاك إنه نشوف تقرير بس النهاردة ما فيش تقرير في مجموعة من الجوابات ومجموعة من الإيميلز المبعوثة من الناس فمحتاجين حاجة تاخد فكرة عنها ونرد عليها أنا في الحقيقة قبل أن أبدأ في الإجابة على أي سؤال أود أن أوجه شكر كبير جدا لأن هذا البرنامج لا قاصدة بعيد في نفوس الناس وفي أعمقهم في الكثير جدا من التعليقات اللي جات لنا سواء على هيئة ميسج أو على هيئة إيميل أو على هيئة بريد أو على هيئة اتصالات تليفونية الفيدباك اللي هو يعني التعليقات اللي وصلت عن هذا الموضوع كانت أكثر بكثير جدا مما توقعناه أنا أشكر اهتمام كل الذين قاموا بالتعليق على هذا وأرجو أن ربنا يبارك الجميع ويسمر بهذا البرنامج أن يكون له صمر في حياة الناس كلها لأن صمره بيتمتع به أولا من يقوم بدفع العشور وبعدين كل الناس اللي حواليه أشكر ربنا هذا معنا أول جواب هو يعني الجواب خاصة حددك أكتر وخاصة كل عمليين بسي سي فيه أكتر من أنه عايز رأي في حاجة هو باجي الجواب يقول إله السماء يعطينا نجاح ونحن عبيده نقوم ونبني ربنا يعطيكم النجاح ويزدكم من مجد إلى مجد ربنا يعود تعب محبتكم أجر سماوي وأرضي كل الأنبياء الرسل بشروا بكلمة ربنا وأنتم لا تنقصوا شيئا عنها أولئك الرسل لأنكم كرستم بإسم المسيح ده كثير علينا قوي بصراحة من خلال قناة سي تي فيه ربنا يقويكم ويقف معاكم ويبعد أحية الإبليس عنكم أما بالنسبة لدكتور سلوة بسيري لم أقدر أن أوفي حقه كل اللي قدر أقوله أن ربنا بيديه الصحة والسطر ويبعد عنه كل شر وشبه شر وأنه إبراهيم الجهر القرن الواحد والعشرين ولا ينقص كثيرا عن ما فعل المبشرين الرسل لأنه تاجر بالوزنات وربح ضعفها فحقا يقال له أنت أمينا في القليل فأقامك الله على الكثير ربنا يزيده تاني وتاني وبشكر كل العاملين في القناة من أول من يقف عن دبام المبنى إلى مدير تنفيذها والرب معكم يعني أنا الحقيقة الكلام يعني كثير جدا 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 علينا السادة المسيح قال إن فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون ما فعلنا إلا ما كان يجب علينا بوريس الرسول بيقول أنه هو ضرورة قد وضعت علي فويلون لي إن كنتوا لا أبشر من منطلق الحتتين دول إن إحنا عبيد بطلين وإن علينا ضرورة لازم نعملها في حياتنا أنا أحب أقول للأخر اللي كتب هذا أولا أشكر مشاعره جدا 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 لكن أحب أقول إن إحنا ما بنعملش حاجة إحنا بنوفي في واحد في المية من فضل ربنا لدهولنا أو يمكن حتى أقل من واحد في المية ونرجو إن إحنا نصل إلى الوفاء لللي إحنا عايزين نعمله معنا جواب تاني بيقول إنه بالنسبة لبرنامج جربوني هو برنامج هايل جدا ولا أطيل عليكم إني أذكر بعض المواقف التي حدثت معي بالنسبة للعشور كان مرة زوجي عنده قطعة أرض اشتراها هو واحد تاني بسعر رخيص جدا وقتها اتقدرت بمبلغ يعني لما جوم يبيعوا المبلغ لما جوم يبيعوا الأرض باعوها بأضعاف الشاري اشترا الأرض بسعر 100 ألف جنيه وخلاص على كده ودفع العربون أنا قلت لجوزي إيه رأيك لو ندفع عشور الأرض 10 ألف جنيه فهي كانت رخيصة وإحنا بيعناها بسعر عالي جوزها وقتها يعني هي كتب أنه قشر شوية وقال 10 ألف ليه يعني وسكت وجي بعد كده بيومين الرجل اللي اشترا الأرض رجع في كلامه وقال أنا مش هنزل من السعر أنا هنزل من السعر ده 10 ألف جنيه وعاخدها بتسعين ألف جنيه وأنا يعني الأرض ما تكفيش أكتر من كده فقالت له بس إحنا استخسرنا في ربنا 10 ألف جنيه أهم نقصوا من الأرض أو ربنا أخذ حقه عشان ربنا ما نفعش نجربه في حاجة أنا هنا الحقيقة أنا عايز أقول حاجة ربما يكون أكثر ثمرا بكثير جدا من إن إحنا نقعد نوعز ونقول كلام ونحكي حكايات إن إحنا ناخد اعتراف شخص حصل معه حقيقي هذا الكلام التجربة أوقع ده التجربة أوقع من كل حاجة عشان كده استاذ المسيح قال جربوني رغم إنه قال لا تجرب رب إلهك لكن في دي بالذات جربوني فإحنا هنا يعني ياريت أنا طبعا بطلب من الخناة والقائمين عليها إنهم يقولوا الأحداث العملية اللي حصلت من الناس أنا أعرف طبعا إنه الجوابات اللي بتيجي بيكتبوا أسماءهم وكل حاجة وعنوينهم وكل كل كلام لكن بيطلبوا عدم ذكره على الهواء زيه بعضه ما يجريش حاجة ممكن يرمز إليه بالحروف الأولى أو ممكن يتقال إنه بناء على طلب أصحابه إحنا مش هنزيع هذا الكلام مش هنزيع الأسماء يعني لكن الناس كلها لازم تعرف حقيقة إيه اللي بيحصل في الحياة العملية لأي إنسان بيقوم بدفع العشور عشان يبقى ده في الآخر جزء من حياة نحمة زي الناس دول فيه ناس جضابت إحنا نستفيد من تجربتهم لأنه مكتوب هاتوا العشور وإيه وجربوني بهذا يقول للرب حتى يكون في بيت الطعام بس يا دكتور بقنا بنقول الآية على إنه إيه هاتوا العشور وجربوني إلي هتغضوا مني لو ودتوني العشور لكن ما بيحصلش العكس إنه لو مدتش العشور حشوف بقى ربنا فعلا هاي دي التجربة الحقيقة زي ما ده حصل نحاول نفهمها يعني بيقول إيه ادفع العشور ربنا هيبارك لك في التسعة البقيين تسعة عشر الباقي طيب إذا ما دفعتش العشور مش هيحصل حاجة هيحصل إنه الفلوس دي هيمضل عليها ما يمضل على أي نقود أخرى بدون بركة بدون بركة يعني نقدر نقراها في صفر ملاخي أصح ثلاثة إنه هتتعرض ليه يعني اتقال حاجات كتير يعني ياه الآكل لا يأكل والطير والرباد يعني مذكور أسماء حشرات قارضة كثيرة بتتعرض ليك فأنا دفع العشور بيجنبني إهلاك الفلوس فيما لا يفيد وقال كمان العكس إنه هفتح لكم قوة السماء وأفتح لكم قوة السماوات أنا أعتقد إنه من ضمن الجوابات اللي وصلتنا ومن ضمن التعليقات وإلى آخره في ناس كتير جدا كتبت عن بركة العشور لما بتدوا يدفعوه فأرجو إنه هذا الكلام يتقري سواء بأسماء الناس أو بالحروف الأولى من أسمائهم أو بدون إذا كانوا مش عايزين يذكروا أسمائهم لكن برضو الكلام لازم يتحكي للناس عشان يعرفوا النتيجة العملية إيه في حياتنا بتباني إزاي وفي فعلا جواب تاني أعتقد من نفس الشخص هو بس أوذروني مش مكتوب أسماء ومكتوب بخط اليد فالكلام إلى حد ما مش واضح قوي هي بتقول إنه كنت محوشة فلوس وكانوا 80 جنيه وروحنا جبنا بيوم حاجات بسيطة لأطفال بيت لحم ده بيت أيتام تابع للكنيسة ودي كانت فلوس العشور في نفس اليوم ربنا بعت رزق فلوس لزوجي 200 جنيه قلت أنا وزوجي حقاً اللي بيدي ربنا ربنا بيردها له الضعف واستمرنا بنعمة ربنا النوازم على دفع العشور واللي شجعنا أكتر برنامج سي تي في جربوني رب يعود طعم محبتكم وكل إنسان يعني دي قصدي من برضو الحاجات اللي تدين قد إيه إنه ربنا ما يستناش ده واحد من الاختبارات ده حلو خالص 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 طبعاً في عندنا بقى أكتر من إيميل أول إيميل مكتوب الإيميل مش مكتوب اسم الرسل بتقول أختي محتاجة فلوس هل أعطيها من العشور أنا عايزة أعرف صح والغلط فهي محتاجة يعني هي مش بتديها دايماً هي بس محتاجة في وقت معين إذا كانت تحس إن ده ضرورة اجتماعية يبقى خرج من بند العشور ودخل في بند أداء الواجب الاجتماعي وده قلنا أظن في حلقات سابقة نرجو عدم الخلط بين أداء الواجب الاجتماعي والعشور العشور ليه شرطين أول حاجة إن العشور يتدفع من الباكورة من أول فلوس استلمها ماينفعش أصرف مالين من فلوس إلا مدفوع عشورها قبل كده يعني نمرت واحد ربنا وبعد كده أمدي إيدي أخد احتياجات بيتي احتياجات نفسي الالتزامات اللي علي الكلام ده كله ده يتعمل بعد العشور فالعشور أولاً لازم يكون هو الأول في فلوسنا نمرت نين العشر كاملاً لكل ما أتقى ده لو قبط عشرة جنيه أدفع جنيه لو قبط خمستاشر أدفع جنيه ونص لو قبط 150 أدفع خمستاشر وهكذا وأبعيتهم عني أبعيتهم عن فلوسي خالص وابتدي أصرف من الجزء الباقي ربنا حيبارك لي ألف مليون في المية في الفلوس اللي باقي في جيبي طب أنا عني سؤالي يا دكتور هو في موقف حصل قدامي بس أنا حقيقي معرفت الشروط ده عليه من ضمن أنا تخيلت وده كمان موجب اجتماعي بس أنا عايز أخذ رأي حضرتك فيه إنه حد مثلاً شخص من العيلة حصل له موقف وتزنق في فترة طويلة جداً ما بيأخدش فلوس من حد يعني ما أخدش فلوس عشور مثلاً من من عيلة أو من ضمن الناس اللي في العيلة لكن إيه اللي حصل إنه تزنق قوي فالكنيسة ابتدت تديله من عشور الناس اللي بتدفعها فشخص جيسة قالني طب ما هو بيأخد عشور الناس اللي بتدفعها في الكنيسة بسماح من الأب الكاهن هو شايف إنه ده محتاج جداً فالأب الكاهن شايف إنه يديله عشور الناس اللي بتدفعها في الكنيسة أنا كمان ممكن أديله عشوري أكيرني بتدفعها في الكنيسة لا هو ممكن يديها للأب الكاهن والأب الكاهن يديها لقريبه أو يوجهها هذا التوجيه لكن ما يدعش دايريكت للشخص دايريكت هنا هتاخد شبهة الأداء الواجب الاجتماعي لأن الفرق إيه الفرق بسيط خالص لما هو يروح يدي له فلوس هيقول فلان الداني لكن لما ياخد من الكاهن دي الكنيسة اللي تدي هتقول ربنا بعات لي ودي تختلف عندي رغم أنها أجايز نفس الفلوس لكن الحالتين مختلفين في إيميل تاني بيقول بالنسبة للإنسان اللي انتقل هل ينفع تقديم أي صدقات أو عمل رحمة باسمه وهل صلواتي من أجله بتنفعه أم أن الباب قد أغلق أمام الإنسان برحيله عن دنيانا أنا أعتقد أن خداسة البابا شنودة عالج هذا في ردود كثيرة من أسئلة الناس وطبعا يعني على ما أذكر من إجابات سيدنا أنه عمل الرحمة مطلوب في كل وقت أي رحمة تتعمل بترحمل اتنين اللي تقدمت باسمه ومن قام بتقديمه طمام معنا إيميل تاني من نأمين عادل يقول السلام لك يا سيدنا الحبيب الغالي وغلابا بيوجه الكلام لقدسة البابا هو بيقول أنه لم أكن أعلم شيء عن البكور ولم أقدمه في حياتي مع العلمي بأني أقدم عشوري منذ بداية حياتي وأساعد أهلي وغيرهم سفرت الإمارات في عام 1983 والآن وبعد معرفتي بدرورة تقديم البكور أريد أن أقدم بكوري لربي كيف أفعل هذا؟ هو الحقيقة أننا ساعة نبتدينا هذا البرنامج ابتدينا باسم جربوني على أساس أن العشور لكن من خلال كثير جدا من الرسائل اللي وصلتنا لقينا أن في أسئلة ما تنطبقش على العشور لأنه فيه ثلاث حاجات العشور والبكور والنزور وربما أحيانا عند بعض الناس بيخلط بين الثلاثة بين العشور والبكور والنزور عشان كده أنا بطلب من سي تي في أنها يعني لو قدرت أنها توضح إيه هي البكور بالزبط وإيه هي النزور بالزبط عشان كده نفرق العشور من البكور من النزور وشروط كل واحد وإمتى يتعمل وأنا أعتقد أن يمكن في حلقات جاية تقوموا بتقديم الفرق بين الثلاثة أحنا في حلقات فاتية دكتور كلمة في حاجة زي كده يعني تناولنا موضوع أنه فيه فرق ما بينه البكور والنزور والعشور بس لحد ما برضو لسه الفكرة ما وصلتش للناس بالزبط بالزبط يعني أنا بقول أنه ما زال العملية مش واضحة في أزهان الناس ياريت تتوضح عشان خاطر يبقى كل واحد عارف بالزبط هو بيعمل إيه تما هلك تدينا فكرة يعني نعرف الناس حتى لو بفكرة بسيطة الفرق ما بين الثلاثة لا هو واضح من الاسم يعني العشور اللي هو زي الفدريسي قال أعشر كل ما أختنيه أوكي وبعدين السيد المسيح قال إن لم يزد بدلوكم على الكتبة والفدريسيين لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت السماوات احنا الحكم بتاعنا كله في جميع الأحوال هو الآيات الإنجيل فهنا نقدر نقول أنه العشور مطلوب وفوقه شوية زيادة كمان مطلوبين ده العشور أما البكور فهي وصية وردت ولم يتم تكرارها ولكنها لم تلغى أنه باكورت كل شيء أول كل حاجة يعني أنا شايف أنه في بعض الرسائل حد بيقول أنه مرتب ثلاث شهور جاني مرة واحدة بعد ما اشتغلت أنت الباكورة بتاعتك جات كده جات ثلاثة شهر أول شهور أول حاجة أول فلوس تخش الباكورة هي أول مبلغ إذا كان دي أجرت أسبوع أهلا وسهلا أجرت شهر أهلا وسهلا فحظك جات ثلاثة شهور وبين أي بركك حطوهم وربنا هيدي لك كتير قوي لكن اللي أنا عايز أأكد عليه باستمرار أنه عمر ما ربنا يبات مديون إطلاقا الله الغني ملك السماوات والأرض خالق السماوات والأرض مش ممكن أبدا في يوم الأم مش حيرودي لك مثلا ألف جنيه ولا مئتين ألف ده كلام مفيش غبار بالنسبة لهم فإحنا بنقول أنه الباكور لازم تتحط اللي هي أول حاجة من كل شيء وليكن مثلا زمان ما كانش فيه فلوس يعني كتير مطاف كان الباكور للسمر كان يروح يقط في سمر الحقلة أو سمر البستان أو أو إلى آخره ويلم كل الباكورة اللي قطفها دي ويروح يديها للهي في أحد رسالك هتروح تبتسأل لأنا عايز أقدم بكور وانا رب تمنزل هقدم إيه كل حاجة تيجي ليها بصفة منتظمة أو أو مضلا تروح تقدمها كلها كلها يعني أنا عايز أقول أنا أذكر هنا طبعا ميلاد سامويل النبي حنة ما كانتش بتولد وبعدين في الآخر بس ده طبعا مزور كمان نظرة نظرة للرب إذا أداها سمرت البطن هتروح تقدمه دي يا ضبنا وخدت سامويل عملت له جبة وكان لسه عمره ثلاث سنين صغير قد كده راح تمديها للهيكل فطبعا ده يورينا قد إيه الناس كانت بتقدس الوصية وتنفذها قد إيه لحد أغلى حاجة في العالم بيقدمها عايزين هذا الشعور يبقى موجود عندنا مش مهم المادة اللي احنا بنقدمها ده المهم الشعور من جوه ومن احنا نحس نلدي ربنا أغلى حاجة وأحلى حاجة أغلى حاجة وأحلى حاجة وأول حاجة دايما لأن الحاجة اللي أنا بعديها في الأول معناها أن أنا بفضل حد تاني على ربنا ودي ما تحصلش جادا تامن دكتور ثروت باسيلي بنشكر حضرت جدا لوجودك معنا النهاردة وكالعايد الحريق دايما منورنا شكرا جزيلا متشكر خالص ختام المشاهدين حلقتنا النهاردة خلصت لكن استنونا الحلقة اللي جاية وجربوني وموضوع جديد وسؤال وجواب آخر وجاذبوني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر